قد تكون مرحلة الحمل من أكثر المراحل حساسية ودقة في حياة المرأة والعائلة أيضا جلطات الدم هي مشكلة صحية قد تواجهها الكثير من النساء الحوامل حول تفاصيل هذا الموضوع وسبل العلاج ينضم إلينا الدكتور محمد العراقي اختصاصي النسائية والتوليد للحديث حول هذا الموضوع أهلا مستهلا بك دكتور أهلا مرحبا أهلا مستهلا شوفنا الإصدف يعني بداية دكتور دعنا نشرح أصلا من الناحية الطبية والعلمية ماذا نعني بتجلطات الدم الحقيقة التجلط ده هو عبارة عن تفاعل الجسم مع أحداث معينة نعم يعني ربنا سبحانه وتعالى بيمد الجسم بوسائل حيث أنه لو جرح الإنسان أي جرح ما يفضلش ينزف لغاية ما يتصفى دمه نعم فبيكون في العملية أجزاء معينة من الجسم الكبد بينتج مواد للتخسر وبينتج أيضا مواد لوقف التخسر نظام الأول الثاني والصفائح الدموية نعم تأتي على مكان الجرح هذه الصفائح الدموية تقف على مكان الجرح ثم عوامل التخسر تتفاعل مع بعضها فيما يشبه التفاعلات المتتالية حتى تسبب عمل جلطة تسد هذا المكان إلى هنا هذا فيسيولوجي أو هذا شيء طبيعي ربنا سبحانه وتعالى أمد به الإنسان ولكن الغريب أن يكون الجلطة تحدث دون وجود جرح وفي مكان خطأ فهنا يكون الخطأ نعم وفي الحمل في حال حدثت الجلطة في الحمل ماذا يعني أن تحدث الجلطة أثناء الحمل نعم يعني الجلطة في الحمل يعني لها أشكال أو الحمل نفسه هو عبارة عن يعني كما نسميه هو مرحلة زيادة في التجلط يعني تختلف السيدة الحامل عن غيرها لماذا لأسباب مختلفة ربنا سبحانه وتعالى بيعد السيدة الحامل التي ستلد أو يتم عمل عملية لها سواء قيصرية أو أي عملية كده ربنا سبحانه وتعالى بيمدها بما يجعلها في وقاية من أن تنزف كثير وبالتالي يزيد عندها فرصة التجلط لأسباب مختلفة يعني من أسبابها نعم هو أن عوامل التجلط اللي هي اللي بتأتي على الصفائح الدموية ويعني يتم عمل الخسرة بها تزيد الكبد ينتجها في بعض العوامل منها بينتج بزيادة 50% وغيرها أيضا أيضا نتيجة للخصوصية بتاعة الحمل أن فيه هرمونات بتطلع هرمونين رئيسيين الهرمون الأنسوي هذا الهرمون بيزود التخصص نعم زي ما بحصل يعني مثاله قريب له السيدة التي تتناول حبوب منع الحمل حيث تحتوي على نفس الهرمون وبالتالي ممكن تكون السيدة ليس عندها أي شيء وعنما تتناول حبوب منع الحمل يحدث عندها جلطة كذلك السيدة الحامل عندها هذا الهرمون يخرج بصورة كبيرة جدا بينتج من المشيمة التي تغذي الطفل وتنتج هذا الهرمون هذا الهرمون الأول الهرمون الثاني هرمون البورجسترون له تأثيرات يعني استرخائية على الأوعية الدموية فبيخلي الدم في حالة ركود إلى حد ما أيضاً اللي يضغط الدم بينخفض من 10 ل 15% مما يساعد على لو كان هيحدث تخصر يحدث هذا التخصر يبقى دي العامل الثاني الهرمونان العامل الثالث بالنسبة للسيدة الحامل هو الرحم اللي بكبر الرحم اللي موجود في التجويف البطني بيكون الأول في الحوض ثم يصعد إلى أعلى هنا بيضغط على اللي هو يعني الشريان أو الوريد الأجوف السفلي اللي جاي من تحت وبيأتي بالدماء من الأطراف السفلية ومن البطن ومن الحوض فيضغط عليه وبالتالي يؤدي إلى ركود للدم في الأوردة العميقة والسطحية في السقير حتى إن الستة أحياناً اللي كان عندها دوالي بسيطة تبتدي تظهر مع الحمل تبتدي يظهر عندها بواسير نعم هي عبارة عن نوع من الدوالي أيضاً وهكذا دي يعني العوامل الرئيسية التي تسبب زيادة التخصر عند السيدة الحامل نعم طيب حدثنا دكتور عن العلامات يعني كيف تعرف المرأة أنه الآن بداية تجلط لديها في الدم طبعاً المرأة الحامل نعم الأماكن التي يحدث فيها القلطة هي التي تعطي هذه العلامات فالغالب اللي هو الجلطة يعني إحنا عندنا أوردة سطحية وأوردة عميقة ما يحدث ونخشاه هي الأوردة العميقة في الساقين بالذات وخاصة في يعني العضلة الخلفية اللي هي بسمها الكف مصل أو اللي هي السمالة الرجل أو الوريد الذي يمر منها ممكن يحدث فيه طبعاً على امتداده على امتداده لأعلى الفخد على كذا ممكن يحدث في أي مكان من هذا هتشعر بإيه السيدة لو حصل في هذا المكان خسرة هيحص أول حاجة ألم بيحدث ألم وبعدين تورم في هذا المكان وإحمرار إلى حد ما حتى إنها ممكن ما تقدرش تمشي على الرجل دي وبيحدث يعني يبتدي يزيد حس إنها تشعر بحاجة غير طبيعية أحياناً يحدث معها مع اللي هي الخسرة العميقة نوع من أنواع تغير في ضربات القلب تبتيد زيد وتبقى ستة شعر بخطقان في قلبها أكثر ممكن بعض الحرارة ترتفع مصدرجة أو شيء مثل ذلك ده المكان الأول أو الأعام اللي ممكن يحدث فيه من الممكن يحدث خسرة في مكان أخطر اللي هو الرئة طبعاً الرئة يعني دي من الجهاز اللي هو بسمه عندنا ثلاث أجهزة في الجسم أولية لو انضربت تهدد حياة الإنسان القلب والرئة والبخ فالرئة لو حصل فيها سواء كان خسرة يعني جلطة لأول مرة تحدث أو الجلطة اللي حدثت هنا في الصاق تحركت وصارت مع تيار الدم حتى وصلت إلى الرئة ثم يعني وقفت فيها فهنا هذا المكان الثاني هنا في هذه الحالة هيكون فيه كحة مع إفرازات دموية مع الكحة مع ضيق تنفس شديد يبتدي يحدث إلى حتى أنه ممكن يصل إلى الغيبوبة بتكون حاجة يتشعر السيدة بألم وبقلق شديد جداً وبتعرق وأنها مقبلة على شيء عظيم نعم هل تكون في مرحلة متقدمة مش في بداية الجلطة أنا أجل أقول حضرك المكان الأعام هو الجلطة العميقة هذه هي المكان الأقل ولكن الأخطر ثم في مكان أخطر من دهوازع اللي هو الجلطات اللي هي المخ أو الدماغ وهذه الجلطة طبعاً بيبقى لها إما أنها تعمل تأثر في الحركة أو الإحساس في جانب من جوانب الجسم أو تكون أكثر يعني انتشاراً وتعمل برضو حالة من الإغماء أو غير ذلك نعم طبعاً دكتور يعني الجلطات أثناء الحمل تعني بالضرورة إجهاد هذا الحمل أم يمكن إنقاذ المرأة بشكل أو بآخر يعني أنا حضر نعم هو أحياناً يعني في الأولى لما تكلمنا عن الجلطات في السيدة الحمل تكلمنا عن الأم إنما من الممكن أن يحدث عندها جلطات جلطات ليست عندها هي لا في السق ولا في الرئة ولا في الدماغ ولكن يحدث جلطات في المشيمة حينما يحدث جلطات في المشيمة خاصة لو كانت هذه الجلطات يعني في مشيمة يعني مبكرة فهنا سيحدث يعني بصورة كبيرة تأثر على الطفل التأثر للطفل يبدأ من إن المشيمة اللي هي جهاز التغذية للطفل وتبادل الأكسجين معه يتم يعني انضرب في جزء منه فهنا في هذه الحالة على حسن إما أن يحدث إجهاض نعم أولاً أو إن يعني يكون الست كشفة وعملة معينة وعند الدكتور ويسمعها نبض الجنين وبعد أسبوع ولا أثنين ما تلاقيش نبض الجنين مش موجود أو إن يحدث في طفل كبير طفل كبير وقرب الولادة ثم يتوقف نبضه مرة أحدة فهنا في هذه الحالة هو موت الجنين داخل البط أو إن ممكن الجنين يكون موجود وظل عايش ولكن تتأثر حالة الإنماء فيه بحيث إن هو الجنين يصق حجمه لا يزيد في الحجم يبتدي يتغير حجمه ويقل جدا يقل الماء السائل الأمنيوسي من حوله يبقى مشرف على إنه يموت لأنه لا يستطيع حصول على الأكسجين من هذه المشيمة التي تم حدوث جلطات بها أيضا من الممكن إن يحصل في هذا الطفل نزيف تحت المشيمة نتيجة هذا التأثر ويبقى هو والأم الاتنين موجودين في حالة خطر طبعا مع الحاجات دي كلها ممكن يحدث ولادة مبكرة يعني خاصة الطفل برضو ربنا سبحانه وتعالى ينقذ هذا الطفل من الموت فيحدث ولادة مبكرة حتى إذا ممكن أنه تم علاجه في الخارج حتى تستمر نموه بصورة أكثر في الحضانات نعم طيب أخبرنا من ناحية أخرى من أكثر النساء اللي بيكونوا عرضة للإصابة بالتجلطات أثناء الحمل نعم يعني الحمل كما نسميه هو هيبر كأجير بالستيت يعني هو حال التخصر عامة زيدة نعم فكل السيدات الحوامل عرضة ولكن يزيد من هذه الخطورة هو يعني تغير نمط الحياة إلى حد ما إزاي السيدة بترجع ما بتشربش مية كتير مش حاوزة تشرب مية نعم فهنا يحدث عندها جفاف ومنساعد الجلطة أنها تحصل السيدة تنام فطلات طويلة أو تكون يعني يعني لا تتحرك الحركة اللي هي الكافية فبالتالي يحدث ركود في اللي هي الأوردة في الدم اللي موجود فيها ممكن يحدث خسرة برضو فيها أيضا ده الحاجات اللي هي في إيد الستة نفسها موجودة تلبس لبس داية على مكان وريد أو مثل هذا يعني في العمليات وهي موجودة في العمليات والعمليات طولت قعدت ساعتين تلاتة ممكن يحدث عندها إنما بعض السيدات من البداية خالص وهم بيعملوا بوكينج يعني بيعملوا يعني البداية أول فحص لهم ومعينة نعم بيؤخذ من التاريخ اللي هو الطبي للعائلة ولها والكده ممكن يكون عندها يعني عوامل وراثية العوامل وراثية يمكن أصبحت الآن معروفة يمكن يعني أكتر من 12 تحليل بيتعامل لهذه العوامل العوامل دي في الغالب بيكون فيها طفرات لبعض البروتينات اللي هي بتعمل زي ما قلنا في نظام التخصر في نظام اللي هو يعمل الخسرة ونظام اللي يوقف استمرار الخسرة غالبا بيكون في هذا النظام في نقص في هذه البروتينات زي بروتين سي وبروتين اس وغيرها فممكن أنه يحصدس عند الست خسرة لو كانت عندها هذا العامل الوراثي نعم أيضا بعض السيدات عندهم خلل في الجهاز المناعي خلل في الجهاز المناعي فيه أجسام مضادة بتهاجم اللي هي يعني بعض حاجات الدهنيات الفسورية زي اللي هو الفسوليبس دي نعم ودي بتبقى هي نادرة ولكنها خطيرة تعمل كل هذه تعمل جلطة تعمل تموت الطفل كل هذا بعض وإحنا بناخد زي ما قلت لحضرتك بناخد اللي هو التاريخ المرضي بناخد بعض اللي هي الأمراض اللي هي الموجودة عند السيدات نعم زي السيدة المصابة بالزئبة الحمرة هي عرضة أيضاً لحدوث الجلطات بصورة شديدة السيدة المصابة باللي هو الأنميا المنجلية إن هي عندها بتتكدس اللي هي الصفائح مع الخلايا الدم المتكسرة اللي لها شكل المنجل وتحدث يعني وصمات وتعمل هذا التجلط يعني أيضاً في بعض السيدات اللي عندهم سكر اللي عندهم ضغط اللي عندهم سمنة مفرطة يعني في التاريخ المرضي بناخد حاجات يعني كثيرة نقدر منها نعرف أنا سيدة اللي عندها حصل لها تسمى محمد قبل كده نعرف أن السيدات دول هما أكثر عرضة لحدوث جلطات وبالتالي بيبقى لهم نظام في متابعة الحمل وعلاجه من البداية حتى نتوقع حدوث هذه الجلطات أخبرنا دكتور عن هذا النظام يعني بالنسبة للسيدات المعرضات للتجلطات أثناء الحمل كيف تحافظ على الحمل يعني بداية ما تستطيع أن تفعله نتركها تفعله اللي هو شرب الماء والماشي الرياضة الخفيفة الأشياء التي لا تجعل الدم في حالة ركود نعم وإذا يعني ما تنامشي فترات طويلة كذا دي حاجات من جانب السيدة أما من جانب الطبيب فهو يستطيع أنه يتعامل إذا ثبت عند حالة مرضية أو حالة ورصية أو تسمم حمل صاد أو شيء مثل هذا أو جديد مات في بطنها ولها يعني زي ما تسأل لها بروتوكولات بيضعها لما الأطباء إيه اللي يتعامل لها فبتمشي على حاجات مضادات للتخصر من البداية تبدأ بالأسبرين كحبوب وتبدأ ببعض اللي هو الأنواع من الأدوية اللي هي الحقن اللي فيه الهبرين وفيه الهبرين منخفض الكسافة بتمشي عليه بنظام معين من بداية الحمل حتى آخر يوم من أيام اللي هي ما قبل الولادة قبلها بيوم بنوقفها لو كانت اللي السيدة يعني هتدخل على عملية أو شيء مثل هذا أيضا في العمليات السيدة اللي هي يعني الجسم عندها البودمس اندكس أو اللي هو يعني عندها سمنة مفرطة أو حاجة زي كده بنلبسها تملي الشربات اللي هي الضاغطة حتى تجعل اللي هو الدم يمر من دون ركود يعني بتستمر المتابعة وممكن الجلطة تحدث بعد الحمل كمان لغاية أول عشر أيام ولو السيدة دي حصل لها جلطة سابقة بتمشي على علاج لغاية ثلاث شهور كمان بعد الولادة كمان تفضل ماشي عليه مع متابعة أن يحصل لها حاجة طبعا بالنسبة للبعض اللي هي الحالات اللي هي حالات الضغط حالات اللي هي السكر كده من ضمن الرعاية بتاعة المرض نفسه بنقلل اللي هو التخصر اللي ممكن يحدث عند السيدة نعم طيب بالنسبة للسيدات اللي تكرر عندهم الإجهاد بسبب جلطات الدم حتى نطمئن هذه السيدة نعم هل من أمل لحل هذه المشكلة ويحدث حمل من جديد؟ بالتأكيد يعني يعني دول النتائج معهم نتائج رائعة آه يعني هي إذا ثبت يعني بعض في الفحصات أن السيدة عندها مثلا جهاز المناعة هو الذي يهاجم ويعمل هذه الجلطة أو أنها عندها اللي هو الزئبة الحمرة أو أنها عندها سكر أو ضغط أو خلاء كل هذه الأشياء بنبدأ لها هذا الرجمن من العلاج وبيكون النتيجة جيدة جدا أيضا في بعض السيدات اللي زي كده في بعض الفحصات اللي هي اللي بتتعامل عشان نشوف مين اللي هتجيلها ومين اللي مش هتجيلها يعني من الشهور الأولى في الحمل من الممكن يعني عمل الدبلر الملون على الشريان الرحمي نعم ونشوف ضغط الدم فيه إزاي مرور الدم فيه وصرعته والمقاومة اللي موجودة ليه شكلها إيه أو كده أيضا بيبقى لها متابعات في أثناء اللي هي خاصة اللي هي الشهور السلاسل الأخيرة خاصة للجنين نعم وبيحدد الموعد المناسب اللي هو الجنين يتم ولدته فيها بحيث أنه هو لا يولد مبكرا فيحتاج إلى يعني يعني حضانات لفترات طويلة نعم ولا يترك حتى يموت في بطنها دون أي أن ندري نعم بالنسبة للجنين بحد ذاته هل من الممكن أن يتأثر يعني بالأم اللي في عندها أصلا عوامل وراثية بحيث هو تحدث لديها الجلطات خصوصا بعد الولادة هو زي ما بقول أن هي وراثية في الغالب وفي عندنا نوعين في عندنا النوع اللي بسميه هريديترس لومبوفيلياس اللي هي الحاجات التي بتورس نعم يعني في يعني زي ما مثلا ناخد على العكس غير الوزمة مثلا نعم في حاجة في مرض الأم اللي هي اللي بتنزف من أول دورة بتنزف تلاقي بنتها بتنزف أول دورة عندها فلفل برانددزيز نعم مثلا كذلك اللي هي العامل التخصر اللي هي اللي موجودة في العائلة من الممكن أن تنتقل بعض الأنواع منها إلا أنه فيه أنواع منها اللي هو مكتسب نعم تكتسب الست بعد الحمل الأول أو بعد يعني ما أخذت عدوة فيروسية أو بعد ما أصيبت ببعض اللي هي يعني الأمراض أو كده فيحصل عندها حالة اكتساب الجنين بحذ ذاته أو الطفل هل من الممكن أن يتعرض للجلطة لا 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 يتعرض الجنين لا يتعرض للجلطة يعني هو في بطن أمه غير معرض لهذه الجلطة ولكن التعرض للجلطة بيكون يعني بيكون إزاي بيكون في حالة اللي هو ركود الدم اللي موجود من الطفل نتيجة المشيمة نعم المشيمة نفسها لا توصل إيه دم له من الممكن الحبل السري نفسه أن يتجلط وهذه حالة مميتة يعني فإنما ليست ورصية ليست موجودة لسبب مرض الأم شكرا جزيلا حقيقة الدكتور محمد العراقي اختصاصي النسائية والتوليد على كل هذه المعلومات القيمة ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لجميع النساء شكرا لك